على كل حال هذا خلاصة أو مختصر ما واجهني في هذه المشكلة وإلى الآن يعني الناس يقولون ولماذا ما تلتقى بالجامعة وتحصل على ديكترا وقلوا لهم يا جماعة أنا أهل بلدي وإن أتيت بألف ديكترا ما يعترفون بهذا يعترفون بعلم ويعرفوني وأنا أعلى من الدكاترة كلهم في بلدي ولا أحتاج إذا رجعت إلى هناك وهنا لو آتت بالدكترا أجندي أجندي دكترا أو دكترا قلوا سواح إلا خلني بدل من أن أشتغل برسالة الجامعة خلق أشرح المسلم وأشرح النسائي وأشرح كذا وأشرح كذا أحسن لهذا لأن هذا خدمة السنة وخدمة طلاب العلم فعلى أولادي بدل من هذا وإلى الآن ما أخذت هذا والحمد لله ولكن الله سبحانه وتعالى أفضى علي جده وقرمه وأعيش عيشا هنيئا من عامل صالح من ذكر عنه وممين فلا نحياننا حياة طيبة ومنه محمد الحمد لله حياة طيبة الله أبطل ولذلك أصيكم أن تعتمدوا على ردكم وتطلبوا العلم بالإخلاص بالله مهما تبقت الظروف والشهادة من عاصلة خير طيب وإن لم تحصل لا تلتفت إليها التفت إلى علمك العلم حصل العلم حتى تذهب جهلة ثم ترشد الناس إليه وتنشر السنة الهمية التي ينبغي اعتماد علىها وأما الرزق فعلى الله كم من الناس ما يحسن كراءة الفاتحة وإندهم يرى فكيف أنت وقد حفظت القرآن هل تظن أن الله يعني يكسر في جانبك ما في تقصير إنما التقصير هي الاتقاد الفاسي وهذا وتوكلوا على الله وطلبوا العلم لله وسترون نتيجته في الدنيا والأخير في الدنيا والأخير في الدنيا والأخير وهذه نصحة ورصية إن شاء الله